المرأة البحرين يأتي ثمرة للقواعد المتينة التي أرساها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حافظه الله ورعاه جاء ذلك خلال مشاركة معاليها كمتحدث رئيسي في حلقة النقاش الأولى في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات بمشاركة سعادة الأستاذة الجميلة سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى وبيّنت معاليها أن سلطة التشريعية حرصت على تطوير وتحديث التشريعات الوطنية لترسيق حقوق المرأة البحرينية وفتح العديد من المسارات أمامها للإبداع والابتكار والمشاركة الفاعلة والإيجابية في حصد الإنجازات والنجاحات بمختلف القطاعات وأشارت معالي رئيسة مجلس النواب إلى أن المساواة بين الجنسين تعتبر أحد أهم أهداف التنمية المستدامة وعاملا رئيسيا في تحقيق التقدم الاقتصادي والسياسي في كل دول العالم مؤكدة أن مملكة البحرين نفذت العديد من المبادرات والبرامج لتعزيز دور المرأة في نهضة ونماء المجالات كافة وتفعيلا لما أكد عليه الدستور لتكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص من جانب آخر شاركت معالي رئيسة مجلس النواب وسعادة النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى في المناقشة العامة التفاعلية حول الاستجابة العالمية لجائحة كورونا والتحديات التي تواجه مصلحة الشعوب بالإضافة إلى حلقة نقاشية خصصة لبحث ومناقشة مكافحة خطابات الكراهية على شبكة الإنترنت وخارجها وأكدت معاليها أن مملكة البحرين تبنت نهجا متكاملا ومتطورا في التصدي لجائحة كورونا وذلك وفقا للتوجيهات الملكية السامية منويهة بالعطاء والجهود التي يقوم بها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بقيادته المتميزة لفريق البحرين ومتابعته المباشرة والحثيثة لكل الإجراءات والتدابير المطلوبة لمواجهة الجائحة ترجمة نانسي قنقر